غدا يا غزة عجبت لأهل غزة كيف باتوا وقد علموا بأن الموت آت فلم يقدر حصار أو خراب على ثني العزيمة في الثبات وما زادت دماؤهم البريئة ومن سقطوا وصاروا في سبات إلا همة الأبطال عزا وصبرا في المواقف والحياة فصهيون يصر بكل قبح على قتل البريئة والفتاة وذبح الطفل ينعشهم ويعطي جرائمهم مزيدا من حلات فياعتبي على دول انتعامت ولم ترعى جوار الصالحات أدار الظهر للجيران قصدا وضموا بالغذاء وبالفتاة وسدوا معابر البر عيانا وخافوا على عروش من عتات وقد سنعوا صراخا من كليم ومن فجعت بظلم من جنات وقد رفضوا التخلي عن سفير سفيه لا يبالي في الممات ولم يستحيمي شعب كريم يعاني مرارة القصف الموات فيا أهل الشريعة والمعالي ألا هبوا جميعا في ثبات ويا شعبي ويا قومي أجيب إله العرش يدعو للنجاة فلن ننجو إذا لم نرضي ربا ونأبى الظلم في كل الصفات تعالوا نشد أيدينا سويا ونحمل أقصى من كيد العصات تعالوا نسير جمعا في ثبات تعالوا نزيل آثار الغزات تعالوا نعيد أقصانا إلينا وننقض ما تبقى من جفات تعالوا نورث الأجيال عزا تعالوا لنحي ففرا كالأبات لإلا يكتب التاريخ سطرا وتلعننا سهام من رمات فإن الدهر إن يكتب سطورا فلن تمحوها أزمنة الرواة فأهل الظلم قد جاءوا جميعا وتفرقنا الحقوق بلا أدات ومن يسقط بسيف الظلم يحيا ومن يحيا ففي قهر البغات ومن باع الحياة لقير شار وألقى النفس في بحر الصلاة وقام يجاهد الظلم بصبر ولم يأبه لعزة أو منات ولم يسجد لغير الله أمرا ولم يركن لظلم من طغاة فذاك سيحيا عزا بعد عز وإن يدفن ففي لجج النجاة بذاك أخبر المختار يوما فكان بذاك من خير الدعاة ترجمة نانسي قنقر